تشوف وتسمعه جانب من كلمة معالي محافظة البنك المركزي الأستاذ حزان عبدالله ونرجع نكمل الكلام. فيما يتعلق قرار رفع سهر العائد بوقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقضية خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم. فإن الهدف هو احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مصاره والترنزولي حتى يتقارب من المعدلات الوحدية المستعددة على المدى المتوسط. احنا عملنا بيان النهاردة بيخاطب المتخصصين وفيه الكلام ده لكن انا عايز النهاردة احاول اوصل للناس والمواطن العادي يعني ايه الكلام ده. الكلام ده بكل بساطة ان احنا عندنا تضخم يعني سلع اسعارها بتزيد وعندنا سعر فايد. المواطن المصري والمواطن العامة اما بتيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيعنده زكاء فطري لا يحتاج يتعلم اقتصاد ولا يحتاج حاجة. فاللي كان حصل في الفترة اللي فاتت حاجتين. تضخم ده هو من اشرص الامراض اللي بتواجه اي اقتصاد. فكان قدامه حاجتين تضخم عالي وتوقعات تضخم مستقبلية اعلى. فايه اللي كان بيحصل في الفترة اللي فاتت وحضراتكو عارفين وكله. هو ببساطة ان الراجل كان بيقول انا بحط مية جنيه في البنك النهاردة اخدها بعد سنة فلنفرض بمية وعشرين. القلم ده كان بمية جنيه بعد سنة يلاقيه مية وتلاتين. فيحصل ايه? يسيب الجنيه المصري ويقوم رايح بيدور على سلعة. سلعة دي بقى حضرتك تبدأ من اول التلاجة لحديد مرمي للدولار. تمام؟ وبالتالي بتبقى العملية دايرة مفرغة. احنا قررنا ان احنا نزود الفايدة عشان الجنيه المصري يقدر ان هو يبقى فيه قيمة للاستثمار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ومفيد لنا جميعا. وبالتالي رفع الفايدة الى هذا الحد وبهذه الطريقة هو شيء مطلوب. لكن زي ما حضرتكو عارفين احنا مفيش حاجة واحدة بس من الحاجات دي من كل الحاجات اللي انا هتكلم فيها هي اللي تقدر تحل المشكلة. ده جزء من المشكلة. اشتركوا في القناة